بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعو علم الله اللهم فقهنا في أمور ديننا ودنيانا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر ذنوبنا في الآخرة والدولة ووفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا واكتب لنا التوفيق والسداد حيثما توجهنا نحن وذرياتنا وأبائنا ومهاتنا ومشايخنا وآل بيت النبينا وسائر المسلمين يا رب العالمين أما بعد نكمل قراءة كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب الشارح محمد بن قاسم الغزي وصاحب المتن هو القادي أبي شجاع رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدرين آمين في فقه السادة الشافعية واقفنا على قوله فصل في موجب الغسل بعدما انتهى من المقصد الأول من الطهارة وهو الوضوء شارع في المقصد الثاني من الطهارة وهو الغسل فيقول الذي في موجب الغسل يعني ما يجعل الغسل واجبا لأن الغسل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا هو يتكلم في الغسل الواجب هو الغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا هو طبعا من حيث اللغة الغسل أفصح عند علماء اللغة لكن عند الفقهاء الغسل يكون للنجاسة أو للقاذرات والغسل بالضم يكون لرفع الحدث ده عند الفقهاء مصطلح الفقهاء يعني لكنه في اللغة الغسل أفصح ويطلق على الكل سواء غسل النجاسة أو غسل البدن أو غسل الثوب لكن الفقهاء الصلحة عندهم أن كلمة الغسل بالضم إبه هو رفع الحدث أما الغسل فيكون لإزالة النجاسة أو لغسل ثوب أو شيء من هذا الغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا يبقى ما نقول هنغسل شيء يبقى لازم الماء يسيل عليه غير النطح النطح ترش الماء لأن احنا قلنا في إزالة النجاسة يجب فيها الغسل ما عدا بول الصبي لذي الميت ماء يطعم إلا اللبن فيها النطح يعني ترش بس يبقى النطح رش لكن الغسل لازم سيلان الماء والغسل لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا على الشيء هنا علشان يبقى أي شيء سواء بدن أو ثوب أو حتى جماد وشرعا لمعنى شرعه وهو سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة لازم هنا النية لأن الغسل الغسل ده يشتبه مع العادة يعني حتى غير المسلم بيغتغفل بيستحمى اسمه غسل برده فلأنه يشبه العادة واجب فيه النية ويجب فيه نية الغسل رفع الحدث مش الغسل مطلقا يعني ما يقولش نويته الغسل ويسكن لازم الغسل ده رفع الحدث بخلاف الوضوء لو قال نويته الوضوء مطلقا صحة ولكن يصح في التجديد ولا يصح برافع حدث الوضوء إلا يقول نويته فرض الوضوء واضح؟ دي تفاصيل في النية عند الشفعية لأن الوضوء لو قال نويته فرض الوضوء خلاص قال نويته الوضوء مطلقا صح على وجه تجديد الوضوء لكن لو قال نويته الغسل مطلقا دون رفع الحدث لا يصح لأنه قد يكونه عادة واضح؟ فيبقى لازم يرفع ينو فيه رفع الحدث شرعا سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة النية قلنا ليرفع الحدث طبعا هنا بنية مخصوصة يخرج منها يخرج منها غسل من غسل الميت غسل من غسل الميت لا يفتقر لنية لا أصد غسل الميت غسل الميت لا يفتقر لنية بل يستحب فيه النية ولا تجد يستحب فيه النية ولا أجد غسل الميت يعني غسل الميت ده واجب والنية فيه مستحب وده من الحاجات النادرة يقول لك لنا واجباً نيته مستحب لنا يعني كشافعية اللي هو غسل الميت واجب شرعاً والنية فيه مستحب ولنا واجب النية فيه مستحب ولنا واجب ولنا ولنا سنة الني فيها واجبة ولنا سنة الني فيها واجبة اللي هو الوضوء قبل الغسل من الجناب فالوضوء قبل الغسل من الجناب هذا سنة الني فيه واجبة لأنه جزء من الغسل الواجب يبقى لنا واجب الني فيه مستحبة ولنا سنة الني فيها واجبة اللي هي سنة الوضوء قبل الوصل دي حاجات لطيفة كده بيحبوا الشفعية يسألوا فيها في الشفع أيام ما كانوا الشفعية متانية لكن على أي حال من تفرقش كتير المم تعرف فشرعا سيلانه أي الماء يعني على جميع البدن بنية مخصوصة فبيقول هنا والذي يوجب الغسل ستة أشياء لازم نحفظهم دول يبقى عندنا ستة أشياء تجعل الغسل واجب على كل مسلم ثلاثة يعني يختلط يعني ثلاثة يعني متساوي فيها الرجل والمرأة وثلاثة خاصة بالمرأة يبقى هم ستة في المرأة وثلاثة في الرجل كأنهم ثلاثة في الرجل يعني ما يوجب الغسل للرجل تلات حاجات لكن اللي يوجب الغسل في المرأة ستة حاجات اللي يوجب الغسل في الرجل والمرأة الثلاثة الأولين اللي هو مشترك فيها الرجل والمرأة اللي هو الإلاج اللي يدخل الذكر حشفت الذكر في فرج آدمي أو في فرج المطلق عشان يدخل حتى فرج الحيوان يبقى وجب الغسل والإنزال خروج المني والموت هذه الثلاثة دول اللي هم خاصين بالرجال والنساء ثلاث حاجات بس لا رابعة خروج المني التقاء الختنين اللي هو يعبر عنه بالإلاج والموت الستات بقى فيها حاجات خاصة بيها الحيض والنفس والولادة يبقى البقين الحيض والنفس والولادة دي خاصة بالرجال بالنساء سهلة أي واحد يبقى حفظ الحاجات دي لأن دي أصلا بتميز المسلم عن غير المسلم لأن الأرسال دي حاجات خاصة بالمسلم أيها لا يكلف الولي مسلمين وغسل الميت ده فرج على العموم الأمة وخبالك لكن الميت لو لم يغسل لا يسأل لكن يسأل القائم عليه لماذا لم تغسله فطالما فيها إثن يبقى واجب فالواجب هنا على ولي الميت وليس على الميت الوجوب هنا يكون على وليه وليس على الميت علشان كده بتفصيل يعني تأثور لطيفة أن يؤلك لو واحد لو واحدة أدخلت ذكر الميت في فرجها واجب الغسلة عليها ولا يجب إعادة الغسلة الميت إنه مش مكلم لكن واجب الغسلة عليها تفصيل سور يعني وتبقى إيه مجرد سور عشان تربي الحسة الفقه ولو لم تكن لها وجود في الواقع لكن في بعض التصرفات الشاذة بتسمع عنها يبقى ليها وجود في الواقع يعني إحنا بنسمع عن بعض الناس كنت أريد حاكسة في أمريكا كان رجل يخطف الستات يقتلهم ويغتصبهم هما ميتين مش يزوز عنده حاجة مش هزة غريبة مرض نفسي غريب يعني يشتهي المرأة وهي ميت ولا يشتهي وهي حي شيء عاجل أو ده لو مسلم يجب عليه الغسل برد تهمتني إزاي مش نقول إنها ميتة المهم هنا احنا نقولنا إيه الذي يجب الغسل ستة أشياء ثلاثة منها تشترك فيها الرجال والنساء طبعا الرجال يعني كل ذكر يعني حتى لو صابي أدخل ذكره في فرج صابي لم يبلغ ويجب عليه الغسل يمتني ما يمتني إزاي تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين طبعا يجب عليه الغسل أين فلما يبلغ لأنه لسه مش مكلب في الصورة اللي أنا قلتها لك هو مش مكلب لكن يجب على المرأة لو كانت بلغت برد لكانت صبية برد لا يجب على الهسل إلا إذا بلغت لأنها بلغت على جنابة بلغت وهي على جنابة وهو بلغ برد وهو على جنابة حتى ولو لم ينزل تشترك فيها الرجال والنساء وهي التقاء الختانين ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج الإيلاج اللي هو الإدخال والتقاء الختانين اللي هو موضع تختين الرجل من موضع ختان المرأة اللي هو البزر يعني بزر المرأة بيبقى عليه قلفة برده أو تقطع الجلد تشبه القلفة أو القلفة التي على حشفة الرجل فلو التقى فلو التقى موضع ختان الرجل من موضع ختان المرأة يعني ليس بالممسة بل بالإدخال لأن لو مسها لا يمكن لا يجب الغسل الغسل يجب بالإيلاج يعني تغييب الحشفة بالفرد يعبر عنه بالإيلاج اللي هو الإدخال ويعبر عن هذا الالتقاء بإيلاج حي واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها طبعا كلمة حي دي ممكن قبلها للمناشر نقول مش شرطي بها حي لأنه لو واحدة أدخلت ذكر ميت فيه فرجها واجب عليها الغسل كده بردو يعني ممكن قبلها للمناشر فيها ثور ممكن تخرج كلمة حي بإيلاج حي واضح واضح عشان يخرج الأنسى المشكل الأنسى المشكل اللي هو عنده أعضاء الزكورة وعضاء الأنسى عنده الاتنين سواء بسواء واضح غيب حشفة الذكر منه أو قدرها طب إفرد هو مقطوع الحشف لما بيتهروه أطعوله الحشف يبقى قدر الحشف أدخل قدر الحشف أو قدرها من مقطوعها فيه فرج شوف فرج مطلقا يبقى أي فرج سواء قبل أو دبل سواء كان ذكرا أو أنسى سواء كان حيا أو ميتا سواء كان بهيمة أو أنسى أو حتى جني في سورة إنسان كل ده يوجب عليه الغسل واضح؟ على شكل قال لك في فرج سكن التنوين هنا تنوين والتنكير للتعميم ليعمم أي فرج ويصير الآدم المولج فيه جنوبا بإلاج ما ذكر يبقى هو يبقى يبقى واجب عليه الغسل اللي هو أدخل واللي أدخل فيه أيضا يجب عليه الغسل ويصير الآدم المولج فيه جنوبا بإلاج ما ذكر أما الميت فلا يعاد غسله بإلاج فيه ولا بإلاج به واضح؟ وأما الخنس المشكل فلا غسل عليه بإلاج حشفته في نفسه يعني يعني هو أخذ عضو الزكري وأدخله في فرجه اللي هو فرج الأنسى اللي فيه ما يجبش عليه الغسل لأن عادة الإنسان لا يتلزز ببعضه واضح؟ فلا غسل عليه بإلاج حشفته ولا بإلاج في قبله ولا بإلاج أي حاجة في قبله برضو لأنه هو مش عارفين هل هو أصلا أنسى؟ ولا ليس أنسى لكن على أي حال السور دي ندرة لأن قبل برضو للمناقش هل تدي قبل للمناقش يعني ممكن بعض الفقاء يقول لك لا طالما أولج في قبله فالقبل اللي عنده ده يعتبر فرج فبعض اللي هو لما يقول لك فلا مش متأكدين أنه فرج وفي بالك ده يمكن يكون ندوء ندبة في الجلد وليس فرجا ممكن ندبة داخلية كده لكنها مزدودة وغير بقاءك وبالتالي تحتاج لمناقش وإنزال المني إنزال المي ده بغض النظر عن أنه هو أولج أو لم يولج باشر أو لم يباشر يعني احتلم مثلا وهو نائد أو وهو قاعد نظر بشهوة فأنزل أو تذكر فأنزل كل ده يوجب الغسل بالإنزال مطلقا بخروج المني عشان كده لو وجد في ثوبه منيا ولا يذكر احتلاما واجب عليه الغسل إن مجرد خروج المني يوجب الغسل ولو ذكر ولو ذكر احتلاما ولم يجد ماءا لا يجب الغسل واضح؟ يعني لو هو استيقظ وذكر أنه احتلم في المنام ففتش في ثوبه لم يجد أثر مني لا يجب عليه الغسل لو لا يذكر احتلاما ففتش في ثوبه وجد أثر مني واجب عليه الغسل لأن الغسل يجب بخروج المني وإنزال المني طبعا هنا إنزال المني لازم يكون بشهوة يعني وأحيانا يبقى لو كان بقى على سبيل المرض يبقى هذا لا يجب عليه الغسل عنده ثلاث مني لا 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 استيلم ده شغلان ثانية يعني بيجيب صديد ده مش مني ده بيجيب صديد يعني مثلا في بعض الناس عنده حاجة اسمها إيه؟ قصف داخلي قصف بدلا ما يخذف لبرة يخذف للمسانة كنت إزاي في المسانة بتاعته فده لا يجب عليه الغسل بينزال المني إلا إذا أولجه يبقى يجب بالإلاج لكن لا يجب بخروج المني لأن المني لم يخرج واضح؟ خلاص يبقى ما يوجبش الغسل ده الكلام ده لو لم يولج واضح؟ طالما ما خرجش المني يبقى لا يجب عليه زي برضو المرأة التي جاء معها زوجها وهي نائمة مثلا فلم تشعر بأي شهو ثم قامت فاغتسلت ثم بعدما اغتسلت وجدت مني خرج من فرديها لا يجب عليه إعادة الغسل لأن المني ده 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 مني مش بتاح لكن لو كانت جاء معها متيقزة فشعرت بالشهوة فاغتسلت ثم خرج المني ربما يكون منيها معاك واجب عليه إعادة الغسل الصورة دي فاتبالك يبقى وإنزال المني بيقول ومن المشترك أيضا إنزال أي خروج المني من شخص بغير إلاج وإن قل المني كقطرة ولو كانت على لون الدم المهم بمني وخلاص لأنه ممكن لو عنده التاب في البرستطة أو حوائصال المنوية ينزل المني مدما ولو كان الخارج بجماع أو غيره في يقضة أو نوم بشهوة أو غيرها من طريقه المعتاد أو غيره كأن انكسر صلبه فخرج منيه ومن المشترك أيضا الموت ويستثنى الشهيد لأن الشهيد عندنا عند الشفاية شهيد المعركة شهيد المعركة اللي هو شهيد الدنيا عندنا احنا شهيد دنيا وشهيد آخرة وشهيد دنيا وآخرة الشهيد عندنا ثلاث أنواع من حيث أحكامه يعني شهيد دنيا يعني نعمله معاملة الشهيد في الدنيا اللي هو مات في حرب مع الأعداء مع الكفار مقبل غير مدبر بسلاح الكفار يبقى ده مات شهيدا أو مات في حرب مع الكفار في عمية عمية يعني ايه يعني ضرب كده مضروب محدش عارف جاي منين فأصابته شزية مات برضو ده شهيد لأن حرب مع الكفار ولو كانت هذه الشزية جاية من من سلح المسلمين واخد بالك يبقى ده برضو شهيد دنيا نعمله معاملة شهيد الدنيا وقد يكون شهيد آخر قد على نيته بقى إنه كنه يبقى شهيد في الآخرة ده مسئولة ده مسئولية النية لا يعلمها إلا من يطلع على النواية اللي هو رب العالمين أو النبي لأن النبي كان ربنا ويطلعه على النواية لدرجة أن يقولوله ده شهيد يقولهم ليس بشهيد وعارفين القصص في المعارك كتير أبقى النبي صلى الله عليه يقول لك ده مسلا كان غلى في غنيمة والتاني كان يقاتل من أجل حمية وأو شيء من هذا فيبقى شهيد الدنيا أحكمه في الدنيا نعمل في إيه اللي هو مات في حرب مع الكفار مقبل غير مدبر نعمل في إيه لا نغسله ولا نصلي عليه ونكفنه في ثوبه ويس عشان كده نقول شهيد الدنيا لأن في أحكام متعلقة بيه كنوا بقى شهيد آخر الله أعلم مش كل بقى واحد الوقت يطلع يقولوا عليه شهيد غلق غلق ما نقولش عليه شهيد في الآخرة نقول عليه شهيد في الدنيا ما عليش ممكن يحتمل شهيد من شهداء الدنيا يحتمل لكن شهيد يقينا في الآخرة لا يعلمها إلا الله لأن شهيد في الآخرة دي مقام يعتمد على النية والنية لاتطلع لنا فيها واخد بالك فنسأل الله أنه يسلمنا ويحسن نوايان شهيد الآخرة اللي هو عند الله شهيد مرتبته عند الله شهيد لكن في الدنيا مش ميت في معركة ميت بدأ في البط ميت بدأ طعون ميت بحرق ميت بغرق ميت بهدم ميتة مرأة في النفاس بتاعها أو في أثناء ولادتها وضعها أو في أثناء حملها كل دول بيأخدوا درجة الشهيد في الآخرة واخد بالك في المبطون والمطعون والغريق وصاحب الهد ومرأة التي تموته في جمعة يعني في جمعة يعني مجموعة جنينها في بطنها يعني تموت وهي حامل أو تموت وهي التوضع أو تموت في نفاسها كل دي تأخد درجة شهيد في الآخرة لكن في الدنيا نغسلها ونكفنها ونصلي عليه تعلمت إزاي وكذلك اللي يموت بداء البطن يبقى برده ونغسله ونكفنه ونصلي عليه فما ليش أحكم الشهيد في الدنيا لكن دي حكم الشهيد في الآخرة إذا كان برده في مرضه محتسبة برده تعتمد على الحكاية في شهيد بقى الدنيا والآخرة اللي هو نيته خالصة لله واخد بالك دي بقى شهيد في الآخرة وفي نفس الوقت تميت في حرب أعداء لبقى اسمه شهيد دنيا واخر وما دا ما نعرفوش الوقت في زماننا دا نعرفه أيام النبي بس لأنه الوقت ما نعرفوش نعرف يوم اليه أيام صح ها اه مثلا لكن ما نقدرش نبز لن نستطيع الجزم لغياب الوحي لأنه غاب عنا الوحي ها لا 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 اللي بيموتوا في قتال البغاة قتل البغاة يعني مسلمين بيدربوا ببعض أكيد فيها طائفة منها بغية على الأخر والوقت كان الوقت اختلط الحق بالباطل ما تعرفش مين اللي باغي ومين اللي مش باغي الله أعلم بسبب اختلط الظلم وانتشار وتفشيه فدول ما يخدوش دائما ما نقدرش نعليهم شهداء واخد بالك ما نقدرش نعليهم شهداء ولا نعاملهم معاملات الشهيد يعني ناخدهم نغسلهم ونكتلهم ونصلهم واضح خلاص برد لو السم يعني مات بسم زعافي يعني في الحال مات وسط الأقدام الناس يبقى خلاص حنعاملوا معاملات شهيد المعرك لكن لو مات بسم تجرعه ثم مات بعدها بعدها بعدة أيام يبقى حيموت وهو مريض مش جارية يبقى هو شهيد عند الله شهيد أخر لكن عندنا نغسله ونكفله ونصله عشان كده يقول لك الموت إلا في الشهيد فلا يجب غسله وتعب عننا الشهيد اللي هو شهيد الدنيا اللي هو لا حكم الشهيد في الدنيا وثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والولادة الحيض إيه هو تعريف الحيض هو الدم الخارج من أمرأة بلغت تسع سنين هو طبعا الخارج من فرج المرأ بلغت تسع سنين يعني لو كان قبل تسع سنين ما يعتبر شهيد يبقى استحار دم مرض لابقى لازم يكون دم خارج من امرأة بلغت تسع سنين على الأقل وخرج من فرجها عشان نولد علي حيض وأنه يستمر يوم وليل على الأقل لأن الحيض لا يكون أقل من يوم وليل وأنه يزين عن خمسة عشر يوم بهذه الشروط نحن نتكلم عن الفقراء الشفائية لأن أقصى الحيض اختلفت في بعض المذاب ألو ثلاثة عشر تيام الشفائية ألو خمسة شرمي وهي الحيض أي الدم الخارج من امرأة بلغت تسع سنين والنفاس النفاس وهو الدم الخارج عقب الولادة أو السقط اسمه نفاس برد واحدة سقط شراء الثاني أو الثالث وسقط كتحامل وينزل عليه شوائد دم بعد السقط لا يسموه برده إيه؟ نفاس يبقى النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة أو السقط فإنه موجب للغسل قطعا عند انقطاعه طبعا لازم نزود عند انقطاعه وأدنى النفاس لحظة وأقصى النفاس ستين يوما وغالبه أربعون يوما فإنه يبقى عندنا أدنى الحيض يوم وليلة وأقصى خمسة عشر يوما وأدنى النفاس لحظة وأقصى ستين وغالبه أربعين والولادة طب الولادة ما هو بيعقبها نفاس قال لك إن في بعض النساء ولادتهم جافة يولدوا بس كده وما ينزلش حاجة معه يبقى دول يجب عليهم الغسل لأن الجنين ده منية منعقد فكأنه خرج منها منية منعقد في صورة بشر لأن الجنين أصلا ده عبارة عن مني منعقد فإذا ولدت كأن خرج منها منية ولكن منية منعقد فيبقى وجب عليها الغسل إن لم يكن فيه معه رتوبة فإن كان معه رتوبة تنتظر حتى تجف هذه الرتوبة لأنها تبعه نفاس عمليات القيصرية يعني ولد من غير المخرج المعتاد الراجح أنه يجب الغسل ولو لم يخرج من الفرج ولو خرج من البطن ده الراجح لأنه في وجه يقول لك لو كانت ولادة من غير الفرج واخد بالك لا يجب الغسل ده وجه ضعيف عند الشفاية بس وجه ضعيف واخد بالك لأنه قاله أنه خروج المنية يكون المخرج لا أيوة لكن فيه رأي تاني على خروج المنية مطلقا زي ما قالك ولو انكسر صلبه يعني من مكان غير الزكر خالص وفدلك فيبقى الراجح حتى الولادة القيصرية توجي بالغسل بقى طالما خرج منها المولود وأغلب النساء بيبقى معاها بعد الولادة يخش النفاس على طول فلما تنتهي منها ده غالب النساء يقال إن ستنا فاطمة النبوية علي السلام بنت نبينا صلى الله عليه وسلم سميت الزهراء لأنها كانت تلد وتغتسل وتصلي ولا يخرج منها شيء بعد الولادة وفيبقى يكفى سموها الزهراء دي هذا فيبقى نادر يعني نادر من النساء اللي هو إيه يكون ولدته جافة والولادة المصحوبة بالبالة المجبة للغسل قطعا والمجرد عن البالة المجبة للغسل في الأصح مجبة للغسل في الأصح اللي هو إيه اللي هو وتفطر به المرأة بارك لو صائم خد بالك يعني هي لو صائمة وولدتها بالمغرب اليوم ده خلص ما يتحسبش واضح لو في الصيام وكذا لو هي صائمة وخرج منها وبدأها الحيد قبل غروب الشمس بلاحظة يبقى اليوم ده ما تحسبش لا ولا تمسك ولا يجب عليها الامسك لكن يستحب لها أن إن أفترت ألا تأكل أمام الناس واخد بقى يجبس يعني لا تجهر بفطري أيوة لكن لا يجب عليها الامسك يبقى احنا كده خلصنا تقريبا مجبات الغسل والحمد لله اللي هم إيه التقاء الختانين اللي معبر عنه بالإلاج وخروج المني والموت ده اللي هو مشترك بين الرجال والنساء هو بعلين الحيد والنفاس والولادة جلس الستة المشهد فصل وفرائد الغسل يعني إيه هي وأركان الغسل أو فرائد الغسل الغسل فرائده سهلة ثلاثة أشياء النية وإزالة النجاسة وإيه وتعميم البدن بالمال بس سؤال هذه واجبات الغسل يبقى النية لنية الغسل لرفع الحدث لرفع الجنابة أو لرفع حدث الحيضي أو حدث النفاسي النية وقلنا النية هنا تكون فرض الأغسال ما عدا الموت لأن الموت النية فيه مستحبة على الغاسل وإن كان غسل الميت واد فيخرج منها غسل الميت يبقى فرائد الغسل ثلاثة يعني فرائد الغسل اثنين في غسل الميت إزالة النجاسة وتعميم البدن بين البدن لأنه ما فيه نية واجبة في المسألة النية مستحبة في اللي بيغسله بس وفرائد الغسل ثلاثة هنقول كده في غير غسل الميت النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه وتعميم البدن بالماء وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة أما في غسل الميت ففرائد واثنين إزالة النجاسة إن كانت على بدن الميت وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة نشوف كلام الشارح الإيه في الحتة فصل وفرائد الغسل ثلاثة أشياء أحدها النية فينوي الجنوب رفع الجناب أو الحدث الأكبر ونحو ذلك وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس وتكون النية مقرونة بأول الفرد احنا قلنا النية لها وقت في الوضوء قلنا أول الفرد هو أول غسل الوجه أعلى الوجه كده لأن ده أول الفرد في الوضوء الغسل النية تكون بمجرد لمس الماء أي جزء من عضو الإنسان واضح يبقى لأن ده الفرد هو أول مكان يصل إليه الماء من بدن الإنسان بعد ما يكون أزال النجاسة أخذ بالك لأنه لو علي نجاسة يجب غسلة لإزالة النجاسة وغسلة لرفع الحدث واضح أحدها النية فينوي الجنوب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك أو تنوي الحائد أو النفساء رفع حدث الحائد أو النفاس وتكون النية مقرونة بأول الفرد وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله فلو نوى بعد غسل جزء واجب إعادته يعني لو نوى النية دي بعد ما غسل جزء يبقى وجب إعادة هذا الجزء غسل هذا الجزء لأنه غسله بغير نية واضح مهو حينو يقول يا جنابة يقول حدث أكبر أو هنا للتنويع أو هنا للتنويع وليس كل حدث أكبر جنابة لأن عندنا الحدث الأكبر قد يكون بخروج المنين والجنابة غالبا لا تطلق إلا على الجماعة وخبالك لكن خروج المنين سمو حدث أكبر فتقدراش تقول عليه يعني جنابة في الغالب وإن كان ممكن تطلقها على أساس أنه يتجنب سميه جنابة لأنه يتجنب قراءة القرآن ويتجنب الصلاة والطواف وغير ذلك والمجزب إلا سيدنا علي أجاز له النبي دون سائر الأمة أن يمكس في المسجد وهو جنوب النية فينوي الجنوب رفع الجنابة أو الحدث الأكبر ونحو ذلك وتنوي الحائض نحو ذلك زي إيه؟ استبحت الصلق هذه نحو ذلك نويت الغسل لاستبحت الصلق لأنه لا تستباح الصلاة إلا برفع الحد وكأنه أدرجه نويت الغسل للطواف نويت الغسل لمسك المصح إنوى كل دا يمشي وتنوي الحائض أو النفساء رفع حدث الحيض أو النفاس وتكون النية مكرونة بأول فرد وهو أول ما يغسل من أعلى البدن أو أسفله فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادته وإزالة النجاسة إن كانت على بدنها أي المغتسل وهذا ما رجحه الرافعي وعليه فلا تكفي غسل واحدة عن الحدث والنجاسة ورجح النووي الاكتفاء بغسل واحدة عنهما عن الاثنين يعني ومحله ما إذا كانت النجاسة حكمية أما إذا كانت النجاسة عينية واجب غسلتان عندهما النجاسة الحكمية اللي هي النجاسة التي لا جرم لها لا جرم لها هذه النجاسة الحكمية أما إذا كانت النجاسة عينية يعني فيه أثر بول على جسله باين او اثر دم على الجسد يباين دي نجاسة عينية وجب غسلتان عندهما غسلة لازالة النجاسة العينية وغسلة لرفع الحدث عن الموضع لكن لو كانت النجاسة حكمية يبقى في الحالة دي يكفيه غسلة واحدة لازالة النجاسة الحكمية ورفع الحدث فيان واحد هم؟ نجاسة حكمية يعني يحكم بنجاستها لكن هي ليست نجاسة زي ايه يا سيدي دي ما ينفعش الدم لأنه له جرم النجاسة الحكمية كأن وقع عليه نجاسة لا لون لها ولا طعم ولا رائحة ولا جرم هم؟ لا ما هو دي برضو عينية اللعاب لا لا النجاسة الحكمية اللي هي النجاسة التي لا لا جرم له زي بول قطع رائحته فهو لا يرى أثره ما ينشفش عن يعرفش يشوف أثر واخد بالك فيبقى مثل هذه الأشياء يعني لا يترك لا أثر لا لون ولا رائحة ولا جرم آه فأنت مش عارف درجة تبص في جاسة دك كله ما تعرفش فين هي النجاسة واخد بالك إزاي لكن هي محكوم بالنجاسة لكن أنت مش قادر تدرك واخد بالك مش موجود أيما أيما في حد ذاته في حد ذاته آه لا الإلاج بغير آه إنزال ممكن لا يتعلق عليه لو تعلق عليه حاجة لها عين لو تعلق عليه حاجة لها عين زي آه يعني بقى جزء من رتوبة فرج المرأة واختلت بمن هيها فممكن لكن فرج المرأة رتوبة فرج المرأة في ذاته كده فحد ذاته ده طاهر اللي هو الإفراز العرقي اللي داخل فرج المرأة ده بيعتبره طاهر وكذلك ومحلوا إذا كانت النجاسة حكمية أما إذا كانت النجاسة شوف البيجوري كده عندك في الشرح مدي مثال للنجاسة حكمية في الحشية لو عندك الحشية بصني أما إذا كانت النجاسة عينية واجب غسلتان عندهما هي مكتوبة عندي عندهما عندهما اللي هما إيه عند الرفع والنووي عندهما يعني عند الرفع وعند النووي لا بس أنت عارف الموضع اللي وعت فيه عارفه لكن أنت مش شايف لها أصلا مداش أمثل صلا يبقى معناها نجاسة وقعت عليك لا لون لها ولا جرم ولا أثر واخر بقى دي اسمها نجاسة حكمية وإصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة دي مهمة دي فبيقول هنا وفي بعض النسخ بدل جميع أصول يعني أصول الشعر بدل جميع الشعر إلى أصول الشعر والبشرة ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف بخلاف مثلا في الوضوء قلنا لو كان كثيف يبقى يسن التخليل ولا يجب إيصال الماء لكن في الوصل لا واجب إيصال الماء إلى جزور الشعر ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المضفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقد واجب نقده يعني لو الدفيرة ماتينة ومجدودة بحيث لما تيجي تغسلها وهو مدفور ما يخشش الماء لباطن الشعر يبقى واجب فك الدفير لكن لو الدفيرة معمولة مخلخلة يبقى لا يجب نفضها لأنها يصل إليه الماء ولا فرق بين شعر الرأس وغيره ولا بين الخفيف منه والكثيف والشعر المدفور إن لم يصل الماء إلى باطنه إلا بالنقب واجب نقضه والله تعالى أعلى وأعلم هنا بيقول إيه والمرد بالبشرة ظاهر الجلد المرد بالبشرة هنا ظاهر الجلد ويجب غسل ما ظهر من سماخي الأذن اللي هو إيه سماخي الأذن اللي هو سوان الأذن ومن أنف مجدوع مقطوع يعني لو واحد مقطوع أنفه يبقى الجزء الظاهر من الأنف ومن شقوق البدن لو فين ندبات في البدن ندبات أو شقوق يسر الماء لباطن الشق زي السرة مثلا نتعهد السرة والمواضع اللي هي المكنية بجسمه لو كانت خين الناس تخين تليه جسم مبتني كده يبقى لازم برد والمرأة لازم ترفع ساديها ويجيب المية تحت كل الحاجة يتعهد معاطن الجسد ومواضع الشقوق فيه ومواضع العكن يسموها العكن اللي هي الحاجات اللي يمدلدلة اللي هي سموها العكن برضو يغسر طبعا مش هي بشرة وإلمسهم الأول في الإزالة النجاس وبعدين بعد كده يشتفهم بالماء وبعد كده يتوضع فإن لمسهم يبقى خلاص ما هو بعد كده ما يعمل بدنه بالماء رفع حدث لأن الوضوء بتاع اللي في أول الغسل ده لا ينتقد واخد بالك لا ينتقد إذا كان في أول الغسل لأن الغسل اللي بييجي بعده بيرفع كل الحدثين واخد بالك فعلشان كده هو بيبدأ تمليه بغسل مذاكيره اللي هي موضع النجاسات المتعهد فبيغسل مذاكيره في الأول ويفرجه وحلقة الدبر كمان رفع حدث بقى كله يغسلها كله يسموها المسروبة يعني كمان لازم يسترخي شوية قليلا ويحزق حاجة بسيطة كده بحيث الجزء اللي يبان منه لما بيحزق ده يجب غسل لأنه يعتبر بالمشرة رفع حدث بقى لك يخلص الحاجات دي كلها وبعدين يتوضع وبعدين يعمم بدنه بالماء انشان يراعي مثل هذه لو مس فرجه بعد تعميم البدن بالماء واستوعب التعميم مواضع الوضوء يبقى لا يحتاج لإعادة الوضوء لكن لو مس فرجه وعمم البدن بالماء معدى جزء من مواضع الوضوء يبقى يجب غسل هذا الجزء واضح؟ ويجب غسل ما ظهر من سمخي أذنيه ومن أنف المجدوع ومن شقوق بدن ويجب إيصال الماء إلى ما تحت القلفة من الأقلف الأقلف اللي هو الغير متختن جغط المصير يومش متطاهر يعني بتبقى عنده غلاف مغطي حشفة ذكر ويجب هذا الرجل أنه يرجع هذه الحشفة ويغسل تحتها وإلى ما يبدو من فرج المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة يبقى لازجن برده لأنه دم البشرة يبقى المرأة تعود على رفسها يوم بيبان جزء من فرجها ويقعد على رفسها يبقى هذا برده يجب إيصال الماء إليه لأنه دم جزء من البشرة ومما يجب غسله المسروبة المسروبة اللي هي إيه اللي هي الجزء اللي من الدبر اللي بينزل عندما إيه الإنسان يقضي حاجته يبقى ده يجب غسل المسروبة لأنها تظهر في وقت قضاء الحاجة فتصير من ظاهر البدن وسننه أي الغسل خمسة أشياء طبعني أكثر من خمسة بس هو هنا من باب الاختصار التسمية التسمية قبله أو أثناءه وليست بعده كما في الوضوء التسمية والوضوء كاملا قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى الأصغر معه رفع الحدث الأكبر والأصغر الوضوء قبله وينوي به المغتسل سنة الغسل إن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر وإلا نوى الأصغر وأنا أنصح بالوضوء بعده واضح؟ لأنه ممكن الإنسان أثناء الغسل يلمس ذكره تاني أو شيء من هذا أو يخرج منه ريح أو يعمل أي ناقر من النواقر فيخلي الغسل في الآخر والوضوء يعني يخليه في الآخر وإمرار اليد على ما وصلت إليه من الجسد اللي هي الدلك يبقى كمان من السنن الدلك خلافاً للملكية عندهم الدلك واجب وعند الحنابلة عندهم الوضوء الغسل من الجنابة يجب فيه المدمضة والاستنشاك يجب فيه المدمضة والاستنشاك لكن عند الشفعية المدمضة والاستنشاك شاك سنة من سنة الغسل وهي تكون مع الوضوء وامرار اليد على ما وصلت اليه من الجسد ويعبر عنه هذا الامرار بالدلك في وجهة عند الشفاء يقولك امرار السنة امرار اليد على كل الجسد لكي يؤدي سنة الدلك وبالتالي الاجزاء التي لا يطلها يستحب الاستعانة بشيء يطلق زي عصايا زي حاجة زي المنشفة يعملها كده علشان يوصل وفي وجهة تانية يقولك بقدر ما تصل اليه ليده خبر والباقي يكفي جرايان الماء عليك وامرار اليد على ما وصلت اليه من الجسد ويعبر عن هذا الامرار بالدلك والمؤلاة يبقى كله وراء بعضه يعني لا يجف الاعضاء قبل غسل باقي الاعضاء في حد المؤلاة والمؤلاة وسبق معناها في الوضوغ لي قال لا يجف الاعضاء المغسولة قبل غسل باقي الاعضاء طبعا فيه سنة تانية كتير لان هنا ايه الخمسة وتقديم اليمنى على اليسرى يقدم الجزء الايمن اليد اليمنى على اليسرى والقدم اليمنى على القدم اليسرى فيه حاجات تانية زي التوجه للقبلة وزي مثلا تخليل الاصابع وتخليل الشعر ما ودخلة في الدلك دخلة في الدلك والتسليس تسليس الغسلات اعملها ثلاثة وكذلك في الوصل بغير اسراف مع عدم الاسراف وطبعا من ضمن السنن برضو انك انت يعني فيه اداب معها ان لا تصرف وان لا تزيد عن الثلاث وان لا يكون الماء شديد السخونة او شديد البرودة كل دي اداب ليه هي تعمل شعرك كده وبعد انت نزل ايدك وانتعمل كده نزل ايه وكده ادي ثلاثة اين هو ها وتعمل كده ما هو المية نزلة مجرد انك عملت ايدك كده مرتين ثلاثة ايه بيدي ثلاثة مرة لو كنت بالكوز سهلة هتعد بالكوز لكن بالدوش هتعد بأيديك كده برد لكن الكوز طريقة سهل هتكوب شوية وطريقة الغسل بالكوز دي مهمة لطيفة ليه لانها بتعلمك الاول عدم الاسراف بتعلمك الاول عدم الاسراف يعني الرسول كان يتوضع بمد ويغسل مثلا بالصاع يعني يتوضع بالمد ويغسله الصاع الصاع يعني اربع عام دود يعني تقريبا تلاتة لتر يغتسل بتلاتة لتر ويتوضع بايه بحوالي سبعمائة وخمسين فانتي يعني لتر اللارب ودوء النب صلى الله عليه وسلم يعني الكوباء دي مثلا ايه ميتين ايه با تلات كوباءات من دول يتوضع بيهم النب ثلاث وبعدين اتناشر كوباءة من دول يغتسل بيهم احنا بقى بنغتسل بنهر النيل اه فنحاول نقلل شوية الاسراف اه طبعا اه بصل والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا طبعا هي اكتر من سبعة عشر لكن هنا احنا قلنا المقصد هنا بيقول ايه وتقديم اليمنى من شقيه على اليسرى وبقي من صنع الوصل امور مذكورة في المبسطات من التسليس وتخليل الشعر ويسألهم وهنا زي ما قلت لك استقبال القبلة ومنها اداب عدم الاسراف في الماء وعدم الزيادة عن الثلاث ومنها اه ومنها عدم التعرض للماء شديد البرورة وشديد السخونة كل الحاجات دي اداب علشان ما يقزيش نفسه فصل في الاغتسالات المسنونة والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة ده اولاها ابتدى به لانه اولاها للاختلاف في وجوبه غسل الجمعة للاختلاف في وجوبه بدأ به غسل الجمعة لحاضرها لمن يريد ان يصلي الجمعة ولو لم تجب عليه الجمعة يعني الجمعة غير واجبة على المرأة فلو ارادت ان تصلي الجمعة يبقى يستحب لانت اغتسل غسل الجمعة غير واجب على المسافر فلو اراد ان يصلي جمعة وهو مسافر يغتسل واضح يبقى لمن يحضر الجمعة وبالتالي يبقى غسل الجمعة يدخل وقته من طلوع الفجر الى حضور الصلاة فاذا انقضت الصلاة انقضى وقت غسل الجمعة ما يجيش بعد العصر يغتسل او بعد انقضاء صلاة الجمعة يغتسل وابتسل غسل الجمعة خلاص فاتوق بخلاف غسل العيد يعني غسل العيد مثلا يدخل من نص الليل وينتهي مع غروب الشمس لان الغسل في العيد غرض العيد لزينة العيد للزينة لله واضح فيستمر مدته لحد غروب الشمس ما يدورش ولو اجنب كما لا يعيد غسل الجمعة لكن يغتسل للجناب يعني يفرد اغتسل بعد الفجر للجمعة ثم اجنب او احدثة لا يجب عليه اعادة الغسل للجمعة ولكن فقط يغتسل لرفع الجناب او يتوضأ لرفع الحدث الازل وافضل غسل الجمعة ان يكون قبل الذهاب للمسجل للارض افضل حالة فيه عشان هو اصلا من اجل حضور الجماعة فلا يتأذى الناس برائحة بعضهم طبعا بنية واحدة يجوز ادخالهم معك يجوز بل يستحب اه بيخش مع بعض يعني يقولنا وقت الوصل لرفع الجناب وللجمعة بايز غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق الفجر الصادق اللي هو الفجر اللي احنا بنصلي بعده لان فيه طبعا فجر كاذب اللي هو بيبقى فيه التوشيح والحاجات دي والازان الاول فده لسه ما دخلش الفجر وغسل العيدين هو كان حق يحط بعد غسل الجمعة على طول غسل من غسل الميت ده اوجب الغسال من حيث السنة يعني اولى الغسال من حيث السنية بعد غسل الجمعة من مشه اولى من غسل العيد كبير يعني غسل من غسل الميت فلو رتبها بالترتيب ده كان يبقى ايه ترتيب الافضليات يبقى غسل الجمعة بعدين غسل من غسل الميت وبعد كده غسل اللي بعيدين وبعدين سائر الاغسال ايوه ما احنا بنقوله يستحب احنا بنقوله اغسال مسنونة احنا بنقول ايه لاغسال المسنونة يستحب احنا بنقول ايه خلاص الهدوء قل بني ادم السريع ده لعلمك يغتسل بنفس سرعة الهدوء السريع بالخرطوم في حاجة اسمها اغسل بالخرطوم جربتوش ده ايه خلاص سهل بتخش الدورة المية العادي وعندك الخرطوم وعندك الكوز وشغلت كوب كبتين منتقين تروح لابس هدومك وطال جميل جميلة ما حتنشفك مش شرط تغير الملابس يعني سرط تغير الملابس والاغتسالات المسنونة سبعة عشر غسلا غسل الجمعة لحاضرها ووقته من الفجر الصادق وغسل العيدين الفطر والاضحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل ليه ايه من منتصف الليل من منتصف ليلة العيد بس لحنا عندنا التوقيت الإسلامي القمري الليل يسبق النهار والتوقيت الشمسي النهار يسبق الليل تقيمت بقى فتوقيت المسلمين عموما تلاقي الليلة تيجي قبل النهار فعلشان كده احنا بنقول ايه ليلة العيد بتبقى اول ما يقولك العيد بك وتصلي المغرب تدي ليلة العيد تقيمت مع ان لسه نهار العيد ما جايش لان احنا عند المسلمين الليل يأتي قبل النهار لانه مرتبط بالقمر دخول الشهر دخول الشهر بالقمر والقمر يظهر في الليل يبقى الليل يسبق النهار عند المسلمين التوقيت الهلالي القمري انما في التوقيت الشمسي مختلف واضح وغسل العيدين الفطر والابحى ويدخل وقت هذا الغسل بنصف الليل والاستسقاء اي طلب السقية من الله ليصلاة الاستسقاء يسنن النسان يغتسل قبل ما يطلع ليصلاة الاستسقاء والخصوف للقمر صلاة الخصوف بتبقى تملي ليلية وبتبقى من اجل القمر والخصوف تملي نهارية وبتبقى من اجل الشمس وده استلاح فقهي عند الفقهاء ان الخصوف يطلقوه على القمر والخصوف يطلقوه على الشمس وان كان من حيث اللغة فالخصوف والخصوف مترادفان للشمس وللقمر يعني ممكن تقول كسف القمر وتقول خسف القمر ممكن تقول خسفة الشمس او كسفة الشمس ده من حيث اللغة لكن الفقهاء حبه يميزه قال لك الخصوف خليه للقمر وخلي الكسوف للشمس والغسل من أجل غسل الميت طبعا إحنا من حيث ترتيب الأفضلية كان حق يحطه ده بعد غسل الجمع والغسل من أجل غسل الميت مسلما كان أو كافرا يعني سواء غسل الميت كافر أو غسل الميت مسلم برضو يغتسل لأنه يقال أن لمس بدن الميت بيعمل ضعف بالإنسان يقوم يعالج هذا الضعف بأنه ينشئ نشاط في جسد وبالغسل أخذ بالك لأنه مس جسد الميت عموما يعني حتى اللي هو مش متعود على حكار يمي يغسل الميت يعود له بتاع شهر كده عنده زهد بالدنيا يعني يبقى عنده كده يعني ياريت الناس اللي مقبلة على الدنيا دي يشتغلوا حانوتية شواء يعودوا يغسلوا ميتين كل يوم حد ما الدنيا دي ترخصها في قلوبهم لكن عموما بتورس ضعف عموما أنك أنت تغسل وتباشر جسد الميت دي في الإنسان معتدل الفترة وبتؤثر فيه عزة شديدة ببدنه فبتضعفه ثم يسن الغسل لإيه لتنشيتي هذا البدن والغسل من أجل الغسل الميت مسلما كان أو كافرا وغسل الكافر إذا أسلم طبعا الكافر لو أسلم ولم يصبه جنابه قبل إسلامه يبقى يستحب له الغسل لكن لو أصبته جنابه قبل إسلامه وجب له الغسل لأنه دخل في الإسلام جنوبه وغسل الكافر إذا أسلم إن لم يجنب فيه كفره أو لم تحي للكافرة وإلا وجب الغسل بعد الإسلام في الأصح لأنه في وجه تاني ضعيف مقابل للأصح أنه لا يجب لأن الإسلام يهدم ما كان قبل طيب يتوده على طول واضح وقيل يسقط إذا أسلم يعني تسقط الجناب إذا أسلم آه افرد أنك أنت غسلته من باب إكرام الميت آه افرد أنت غسلته لكن ما يجبش لكن افرد غسلته وصاك يا أخي واحد متزوج امرأة غير مسلم ومن كتر عشرتها للمسلمين وصف جزها أنه يغسلها بعد ما تموت وغسلها ده وارد أو مش وارد من باب حسن العشرة فإذا حصل يعني إيه يستحب له أنه يغسل لكن هما الكفار ما عندهمش حاجة اسمها يغسل ما يتوحي ما عندهمش الحكاية لكن عند المسلمين من باب إكرام الإنسان والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق واحد يصيب بجنون فأفاق من جنونه يستحب له أن يغتسل والمغمى عليه برد واحد أصابه غيبوبة أو إغماء فأفاق يستحب له أن يغتسل فإن أنزل أثناء جنونه أو إغمائه واجب الوصف للإنزال ولم يتحقق منهما إنزال فإن تحقق منهما إنزال واجب الغسل على كل منهما للإنزال والغسل عند إرادة الإحرام يسمى غسل الإحرام لما تيجي تحرم بحج أو عمره كل الناس يقول لك إغتسل ويلبس الإزارة ماذا كده بردو؟ يبقى الغسل ده اسمه غسل إحرام حتى الحائط تغتسل إن أرادت أن تحرم والنفساء تغتسل إن أرادت أن تحرم وإن كانت هي ممنوعة من الطواف فترة حيضها لكن لا يمنعها من الإحرام واضح؟ والغسل عند إرادة الإحرام ولا فرق في هذا الغسل بين بالغ وغيره ولا بين مجنون وعاقل ولا بين طاهر وحائد فإن لم يجد المحرم الماء اللي يحل محل الغسل المية التراب يبقى تيمم واضح؟ فإن لم يجد المحرم الماء تيممه والغسل لدخول مكة لمحرم بحج أو عمره يبقى أول ما يقول لك أنت دخلت مكة أو على مشارف مكة وبتنزل بالأوتوبيس كده عند بتوع الجوازات تملي يرجعوا الجوازات ويقفوا الأوتوبيس تبقى على مشارف مكة تبقى فيه دورة مية وحش اغتسل لدخول مكة أنا بعملها ريب كثير وبقى بيقول لك ناس كثير ما يعرفوه إلقوني اغتسلت واستحميت واتلعتها الأوتوبيس إيه يا عم الشيء من يوم روصل لدخول مكة وبقى بقى لأن تملي تجد على مشارف مكة فيه محطات تفويق يقفوا الأوتوبيسات يطلعوا على التأشيرات والاوتوبيسات وبقى بقى هناك دورات مية فخمة كويسة حلو يومية كويسة وكل حاجة الحمد لله أن الأمور ميسرة فما تنساش مثل هذه الأغسل الجميلة وكذلك عند دخول مدينة النبي مدينة النبوية الشريف مدينة المنورة لأنها حرامين لأن عندنا حرم المكي والحرم النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم في أن المدينة قال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني وحرموا المدينة وأشد واللي حرم المدينة بالسيدنا إبراهيم لكن نسبت تحريم المكة اللي حرم مكة بالسيدنا إبراهيم لكن النبي نسبت تحريم مكة لسيدنا إبراهيم لأنه أشهرها أشهرها وأعلنها أخذ بالك لكن النبي أنشأها وده يبين لك مزية النبي على سائر الأنبياء أن النبي ينشي أحكاما وباقي الأنبياء يظهر أحكام ونبينا له أن ينشي الأحكام صلى الله عليه وسلم وده مزية خاصة بالنبي من خصائصه ولم ينوه علي كثير من الفقهاء والغسل لدخول مكة لمحرم بحج نعم طيب أفرد أنت عرفت أن فيه غسل لدخول مكة والأوتوبيس موقفش اتيمم أرض الأوتوبيس في أطراب اتيمم لدخول مكة تضرب دربة وتمسح وجهك تقول نواية التيمم لدخول مكة تروح تضرب دربة وتمسح وجهك والأربة الثانية وتمسحك وكذلك للوقوف بعرفة في تاسع بالحج في غسل للوقوف بعرفة برضو يستحب انت بتوصل عرفة طبعا حرقا وعرقت وكده الزاك اللي بيخدها ماشي زي حالتي وده أفضل لأن اللي بيركبه الأوتوبيسات بيتعذبه اللي بيمشي هو اللي بيطمئن ويوصل باسترية ويبقى مبسوط لذلك أنا أفضل أن اللي يحج يحج هو شاب يعرف يمشي ويبتعه ويستناش ويبقى على كرسي بعجل ويقول لك عايز أحج هي تعب يبقى إيه واللوقوف بعرفة الحمد لله دورات المياه هناك متوفرة في كل حتة والمياه كتير فقام تبع على مشارف عرفة وتخش أي دورة مياه وتطبي شوية مياه عليك بنية إيه الدخول الوقوف لعرفة وكذلك المبيت المزالفة يعني بعد عرفة وكذلك لرمي الجمار كل يوم لها غسل وانت رايح على رمي الجمارات تغتسل في المخيم بتاعك وتروع على رمي الجمار بايز ولرمي الجمار الثلاثة في أيام التشريك الثلاثة فيغتسل لرمي كل يوم منها غسلا وأما رمي جمرة العقبة يوم النحر فلا يغتسل له لقرب زمنه من غسل الوقوف وحقه من غسل ايه المبيت مزدالف نعمت ازاي فلا يغتسل لقرب زمنه من غسل المبيت في مزدالف لان ده كان بعد الوقوف والغسل للطواف عندنا الطواف تلات طوافات يستنى فيها الغسل تلات أطواف الطواف أنواع كتيرة عندنا أنواع الطواف ايه عندنا طواف العمرة وعندنا طواف القدوم وعندنا طواف الإفادة بالحج وعندنا طواف الوداع وعندنا طواف التطوع وعندنا طواف النزر بيس يبقى عندنا ستة أنواع طواف وفي عندنا كمان طواف التحية تحية المسجد يبقى سبع أنواع طواف الغسل يستحب لثلاث أنواع بس من الطوافات السبعة دي الغسل يستحب في ثلاث أنواع من الطوافات دي اللي هو غسل طواف الإفادة وطواف القدوم للمفرد أو القارن يبقى ليه طواف قدوم لكن المتمتع مالوش طواف قدوم لأنه طوافه طواف عمره ده المتمتع طواف القدوم سنة وطواف الإفادة واجب وطواف الوداع مختلفة في وجوبه وجهان وجه أنه واجب ووجه أنه سنة عند الشفاء يبقى عندنا طواف الإفادة واجب بالإجماع طواف القدوم سنة بالإجماع طواف الوداع اختلف في وقوبه أو سنيته في قول قال أنه واجب وقول أنه سنة الثلاثة دول هما اللي يسن الغسل ليهم الثلاثة نواع دول طواف القدوم طواف الإفادة وطواف الوداع لا واجب عند الشفعية قول أنه واجب وقول ثاني أنه سنة هذا بيكلم عن طواف الوداع فالوداع فالوداع عند الشفعية في وجهان علشان كده عندنا في المذهب يقول لك إن فاتك طواف الوداع استحب دم للخلاف في وقوبه واخد بالك يستحب الدم لمن فاته طواف الوداع للخلاف في وقوبه واضح؟ لكن طواف الوداع سنة عند باقي المذاهن أظن كده عند الحناف الأحناف والأحناف كمان عندهم متعلق بس بإيه بالحج متعلق بإيه بالحج فقط لكن عند الشفعية طواف الوداع المفارق لمكة سواء كان في حج أو في عمرة أو حتى لصفر وهو من أهل مكة يتوف طواف الوداع واضح؟ ايه طمام وبقية الأرسال المسنونة مذكورة في المطولات زي مثلا الغسل لكل ليلة من رمضان ده غسل مشهور معروف يغتسل لكل ليلة من رمضان يعني بعد غروب الشمس هو نزل كده حيصلي العشاء والتراويح يخش يغتسل لهذه الليلة من رمضان فدي دي سنة جميلة يواظب عليها لطيفة تنشطه واضيع أثر الخمول اللي أصابه بعد الأكل فيروح على صلاة التراويح نشط يوم يجي في مسجد الأشراف يصلي معنا للفجر يبقى فايا أنا بنصلي للفجر على أكثر على أكثر لكي نخلصنا جزء كبير يعني لا ما يجرى شيء يبقى عندنا الغسل ايه للوقوف لكل ليلة من رمضان دي من ضمن الأغسل المسنونة أيضا غير مشهور والغسل لكل مجمع شريف يعني مثلا ايه عامل انت جمع كده حتختم القرآن ثقم تغتسل عامل جمع كده حتقرأ صحيح البخاري ثقم تغتسل هتحضر مجمع في جمع من العلماء الصالحيين هتروح تقابله يسنك تغتسل واخد بالك يبقى الغسل لكل مجمع شريف يسنك ذلك وعند ختم القرآن وبقيت الأغسل المسنونة مذكورة في المطولات والله تعالى أعلى وأعلم وقال لك من يسن الاغتسل مثلا الاعتكاف يعني هتبدأ الاعتكاف فتغتس ففيه أغسل مسنونة كثيرة يعني والله تعالى أعلى وأعلم فيه أسئلة متعلقة بالموضوع أيضا هل أنت هنا بتنوي الغسل والوضوء مندرج فيه والنية في الغسل واجب وقت بالك الوضوء ده من حيث الأعمال لكن أنت أصلا من حيث الأعمال بتعمل أعمال وضوء لكن أنت من حيث النية أنت نوي الغسل كده برده فبقى درجة فيها فأصبح واجبا لا لا مش محتاجه مش محتاجه هو هنا يجب النية قبل الوضوء قبل الغسل لاندراج أعضاء الوضوء اللي أنت بتعملها لإذلك الحدثين في وقت واحد أيضا لا لا أنت السنة أنك بتتوضع قبل ما ترتسل ما هو ده جزء من الغسل ده جزء من أعمال الغسل ما هو أنت الوقت كل جزء بتغسله في الوضوء ده بتتشل منه الحدثين يبقى طهر الحدثين من الأعضاء الوضوء بعد كده بقى بقى جسمك لا أنت ما بتتوضعش للغسل إلا بعد إزالة النجاسة كده بره مودي الترتيب كده مثلا أول بتبدأ بغسل النجاسة فيه حاجة اسمها المسألة الدقيقة وفيه دقيقة الدقيقة أي لا الشيخ البيجوري في الحشي الدقيقة أنك أنت ما تنويش رفع الحدث من يدك عند غسل المسروب اللي الجزء النازل من حلقة الدبر علشان هيبقى فيه حدث الوضوء موجود بلمس حلقة الدبر فأخذ بقى لك فتنوي بعد ما تكون غسلت المسروبة تنوي الوضوء جسمها المسألة الدقيقة فأخذ بقى لك يعني فيه حاجات بعد الدقائق في المزاة ما نمردتش يعني أتعبكم ووحكي ألكم أيها لا أما توصل عرفة أنت بتوصل عرفة قبل الدهر والوقوف بعرفة به بعد صلاة الدهر والعصر كده فتروح داخل أنت بتتوضى عصلا عشان تحدث صلاة الدهر والعصر فخليها مع الوضوء ده غسل سهلا المحرم بقى بيصب المية كده ويخلل بصوابعه وما يستعملش المشن لو كن عارف أنه حتى ما بيخلل بصوابعه وكده بيطلع شعر يبقى يصب المية بس كده كله أنا على حسب طريق شعر أنا شعري الحمد لله لو عملت حتى كده ما بيطلعش منه حاجة أخذوا لك فيه نسكت ها يشطفوا يعني فليمز فرج ابنه يبقى يتوضى برد يا أم يلبس جوانتي يلبس جوانتي يلبس جوانتي ساعتها وضوء يبدل سليم ولو رقيق شفاف عارف الجوانتيات في الورقة دي شفافة يبقى حط فيها عنده كم جوانتي كده وبتاع بحس يبقى يلبسه يشطف ابنه أو يديها لمراته كمان وهي بتتعامل مع الابن ده أنضف ليها وتحفظ وضوها كده برده أيها إذا سقطت بنفسها بغير مبالغة لا شيء عليه لو تعمد يبقى عليه لو تلت شعرات فما زاده يبقى عليه تدية من صيام أو صدقة أو نصف دم تخيير يسموه دم تخيير يصوم تلت أيام ييدبح شاء أو خروف يأم يطعم ست مسكين كل مسكين نصف صاعة يعني كيلو ونص قبل أن يغتسل يومي لما يغسلها يعني لا لا قالها الإمام الغزالي في الإحياء ما وفقوش لو أول ما لها لا خلا قالها الإمام الغزالي يقولك علشان بتبعث يوم القيامة عليها الجنابة لما وفقوش لو أول ما فيه ما قلناش عشان كده عشان ما تبقاش يوم القيامة تيجيلو عليها جناب هل لديك أقوال أخرى؟ أي صدق اسمها قتال بغياء أي الاتنين نخدهم ونصلي عليهم ونغسلهم ونكفلهم ونقول الله لهم مغفر لهم وارحمهم ونحطهم قدامنا ومع قدام بعض كده وهم كانوا مسكين السفل لبعض وقدهم كده ونتفلهم في المقابر المسلمين واحسبهم على الله لا من يعرفش الأولى لهم شهيد لكن قد يكون أحدهما شهيد عند الله مات دون ماله مات دون عرده كده إيه لا؟ ولا مات عصبية من حرحش دخلنا قلبه دخلناش قلبه في امتني فأحنا لا نجزم بهذه المسألة احنا كل اللي حنعمله نصلي عليهم ونتفنهم ونحتسبهم من دلوباء هم في مشيئة الله يفعل ما يشاء فيه وقد يقول نتمنى لهم المغفرة هذه الحكاية سبحانك اللهم وبحمدك نشهد على أن نستخدم وصل اللهم وصلهم وبرك على سيدنا محمد رمضي حكاية شكراً لكم